تاريخ طويل وزاخر بالعطاءات والتعاون المشترك بين دولة الكويد وجمهورية الهند الصديقة لسيما مع علاقات دبلوماسية متينة في شتى المجالات ومن هذا المنطلق احتفلت سفارة جمهورية الهند لدى البلاد بالذكرى الستي لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي في مقر سفارة جمهورية الهند الصديقة وبأجواء احتفالية عبرت عن عمق العلاقات الدبلوماسية الكويتية الهندية احتفلت السفارة الهندية بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين والذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال الهند إنها مناسبة هامة جدا لنا بالاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية مع الكويت والتي تتزامن أيضا مع الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال بلادنا الهند علاقة متينة لها تاريخ طويل مبنية على الصداقة والتعاون أثرنا اليوم عبر هذه الاحتفالية أن نعبر عن الحب الصادق لدولة الكويت وما تقدمه من دور اقتصادي وسياسي على المستوى الإقليمي والعالمي ونحن سعداء جدا ونفتخر بعلاقاتنا الدبلوماسية مع الكويت ونتمنى المزيد من التقدم بين البلدين تاريخ طويل وزاخر بالاحترام المتبادل والتنوع في مختلف المجالات لأسيما مع جلب كفاءات عالية من جمهورية الهند والتي قدمت الكثير وخدمت البلاد بخبراتها العلمية والعملية نحن نحضر اليوم بدعوة خاصة وكريمة من سعادة السفير جمهورية الهند سعادة سي بي جورج اليوم نحتفل بمثل كما ذكرت 75 عام أو ذكرى 75 للاستقلال وذكرى 60 لتأسيس العلاقات السياسية بين الدولتين الصديقتين كما نعلم أن الإحصائيات تفيد بأن الجالية الهندية من أكبر الجالية هي أكبر جالية في الكويت الهنود الذين يعملون في الكويت عددهم تقريبا مليون حسب الإحصائيات نحن ككويتيين لازم نعترف بأن نستفيد منهم بشكل كبير فهم يشتغلون في كل المجالات في مجال النفط، قطع النفط، الوزارات من غير استثناء، كل وزارة، المستشفيات، الدكاترة، المهندسين وطبعا المنازل الخاصة للمواطنين الكويتين الاحتفالية حملت شعار حب وود لمشوار طويل من العلاقات الدبلوماسية الثنائية ما بين الكويت والهند فكان من ضمن الاحتفالية تزيين حفلات النقل العام بذكرى هذه المناسبة في رسالة تقدير واحترام للعلاقات الدبلوماسية رادي شماري لتلفزيون دولة الكويت